النقطة الثالثة ثمن التبرير عشان خاطر خطيائي تزال من حسابي طب هتروح فين وضعت في حساب المسيح وخطايا كل ولاد الله كل من يؤمن به كم الديون اللي اتخذت من حسابتنا يا أسيس ووضعت في حسابه ووضع عليه اسم جميعنا في يوم الكفار العظيم وده موت المسيح الكفاري على الصبيب في يوم الكفار العظيم في السفل لوين أصح 16 كان رئيس الكهنة بيجيب ذبيحة ويضع يده عليها ويقر بكل زنوب وسيئات بني إسرائيل مع كل خطيائهم ليجعلها على رأس الزبيحة على رأس الزبيحة فالمسيح الله وضع عليه اسم جميعنا كل خطيائنا اتخذت من حساباتنا وذهبت إلى حسابه وذهب هو كالبديل للصليب وهنا الآية اللي حضرتك قلتها المرة الفاتحة جعل الذي لم يعرف خطيئة جعله خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله ودل حصل أخذ البر من حساب المسيح ووضع في حسابنا صار لنا حكمة من الله وبر وقداسة وفداء وعش كده دي الترنيمة الجديمة اللي كنا برينها الزمان هو بري كله هو كل بري ما عنديش غيره بر هو بري قدام الله وهنا ده الموت الكفاري للمسيح على الصليب طيب كم التكلفة من ناحيتي؟ مجانا 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 هلوم أيها العطاش بلا فضة وبلا ذهب مجانا مجانا لأنه ما فيش حد فينا يقدر يتحمل التكلفة الوحيد اللي يقدر يتحمل التكلفة كان ربنا يسوع المسيح ولهذا كان لابد من تجسد الكلمة ولابد من موت الكفاري على الصليب لأنه ما فيش غيره يقدر يعمل كده سؤال بوترس فمن إذن يستطيع أن يخلص؟ نعم كان جواب المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عن الله هو عمل إلهي كامل هو صافي مياه في المعي